إذا جئنا بخادمة كافرة وليست مشركة هل يجوز إدخالها مكة عندما نأتي للعمرة وهي معنا أم نتركها خارج الحرم؟ الكافرة أشد من المشركة الكافرة أشد من المشركة فلا يجوز إدخال المشركين والكفار الحرم الأميال يعني ما كما هو بالحرم المسجد الحرم خاصة بل داخل الأميال حدود الحرم من جميع النواعي لا يدخلو الكافر ولا المشركة